اشرحي لي وأنت مراسلة في الكونغرس والكونغرس هو دائرة أنا دائما ما أسميه دائرة ترديد الأخبار لا توجد أسرار داخل الكونغرس اشرحي لي الآن نحن نتحدث اليوم حتى وقت تسجيل الحلقة عن استئناف الاتفاق النووي بدلا من فيينا قيل في دولة خليجية ثم قيل في قطر على إثرها صرح مسؤول أمريكي لصحيفة الواشنطن بوست بأن الإدارة الأمريكية غير متفائلة هل الآن الوقت وقت تفاؤل؟ هل هناك ديدلاين هناك موعد محدد؟ هل الإدارة الأمريكية قادرة على تقديم تنازلات؟ ونحن نقترب من الانتخابات النصفية بشكل كامل الآن مع الأوضاع التي تحدث في الداخل الأمريكي على إثر الأزمة في أوكرانيا وغيرها هل المجال الآن هو مجال أن الأمريكان يستطيعون يتحدثوا عن تفاؤل وتشاؤم؟ حسب مصادرك أبو أسمع حسب مصادرك ربما كل ما يستطيع تستطيع الإدارة الأمريكية التحدث عنه الآن في الملف الإيراني هو حفظ ماء الوجه بكل بساطة لأن اليوم كل المؤشرات لإدارة بايدن بشكل عام ولروب مالي بشكل خاص لأن توجه هذه الإدارة فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران بات يعارض ليس فقط الحزب الجمهوري هناك معارضة فعلية ديمقراطية متزايدة في الكونغرس لم أشهدها من قبل بهذه العلنية كنت دوما أسمع انتقادات مبطنة لإدارة بايدن ومع تحفظ بأن أذا تحدث معي سناتور ديمقراطي مثلا عن انتقاده لبايدن في السياسة الخارجية كان يقول لي دوما أرجو عدم ذكر اسمي يمكن أن تتحدثي عن مصادر اليوم لم تعد هذه الحالة تنطبق على المعارضة ديمقراطيون بارزون مثل باب مانندز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بات يتحدث بشكل علني عن معارضته للعودة للاتفاق النووي بات يدعو إدارة بايدن بشكل علني إلى الانسحاب الفوري من هذه المفاوضات وبات يتحدث من أن إيران أصبحت قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي ويتساءل لماذا هناك إصرار على العودة للاتفاق النووي وخاصة هنا أذكر بنقطة مهمة للغاية في العام 2025 ضمن الاتفاق الذي تسعى إدارة بايدن إلى العودة إليه هناك تاريخ هو العام 2025 تسقط كل الاتفاقات أو كل البنود المتعلقة بالاتفاق النووي ويمكن لإيران في هذا التوقيت 2025 العودة إلى استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم هذا البند لن يختفي في حال العودة للاتفاق النووي لأن إيران لم تقبل حتى بالتطرق إليه يسمى Sunset Provision أو غروب الشمس بالترجمة الفعلية لأنه يتطرق إلى هذا التاريخ سوف يتم هروب ماذا؟ نعم الترجمة ما هي؟ Sunset Provision أي الترجمة الحرفية هو غروب الشمس هذا البند بمعنى أن الشمس سوف تغرب عن هذه البنود المتعلقة بالالتزامات التي تتقدمت بها إيران ضمن الاتفاق النووي ويمكن لإيران استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم بحلول العام 2025 إذن هذا التاريخ نحن تفصلنا عنه ربما يفصلنا عنه عام عمان تقريبا كل ما تشتريه إدارة بايدن في حال توصل الاتفاق هو عامين من التوقف عن أنشطة تخصيب اليورانيوم إذن هذا ما يتساءل بشأنه الديمقراطيون والجمهوريون لماذا إذن تسعى إدارة بايدن جاهدة إلى العودة إلى هذا الاتفاق مع وجود كل هذه العراقيل التي نتحدث عنها طيب فسر لي هذه القصة كل ما قامت إسرائيل بعملية أو يعتقد أن إسرائيل قامت بعملية في إيران وبتحديدا بعد إعلان استهداف رأس الأخطبوط دائما وأبدا ما يسرب في النيويورك تايمز تحديدا عن أن الإدارة الأمريكية أبلغت بأن إسرائيل قامت بهذه العملية ثم يتم التسريب ما الهدف من هذا التسريب؟ وضح حد للتصرفات الإسرائيلية أم للقول بأن الإدارة الأمريكية تعلم ذلك كأنها رسالة العصى والجزر لإيران أيهم الأقرب؟ طبعا هي جزء من القول بأن إسرائيل تنسق مع إدارة بايدن بشكل من الأشكال قبل شن ضربات من هذا النوع وهذا أمر ليس بجديد صراحة كل هذه الدربات الإسرائيلية التي لا يتم تبنيها بشكل مباشر من إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية الضربات الغامضة هي ضربات تلقى ضوءا أخضر من قبل الإدارات المتعاقبة جمهورية وديمقراطية لأنه فعليا إسرائيل اليوم تنفذ ما تريده الإدارات الأمريكية بأن إيران أو تتسعى بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي هذا هو هدف هذه الضربات على المنشآت النووية ترجمة نانسي قنقر